موسيقى مرحبا فراشة الزيبرا من أجمل فراشات بالعالم ومن اسمها بتشبه ألوان زيبرا فاجنحتها لونة أسود وفيها خطوط بيضة وموجودة بجميع أنحاء أمريكا الجنوبية والوسطى جناحات فراشة الزيبرا بيتروح طولة بين 72 و 100 مم وهي الفراشات الوحيدة يلي بتفضل التغذية على حبات الطلع يلي بتساعدها أن تعيش لفترة أطول من الفراشات الثانية بست شهور فراشات الزيبرا بتتجمع بالليل مع بعضها وبتنام على غصون الأشجار نرجع لأخبار تقصنا فعم يكون متقلب بين الغائم جزئيا والغائم والماطر على فترات فوق أغلب المناطق وعم بتكون الهطولات غزيرة خاصة على المناطق الساحلية والغربية ويحذر من تشكل السيول بالمنخفضات والوديان وعم يطرق انخفاض ملموس على درجات الحرارة حتى عم بتقرب من معدلاتها وعم تبقى أدنى بشوي بأغلب مناطق سورية بالنسبة للرياح عم تكون غربية لجنوبية غربية معتدلة بترفقها بات نشطة أحيانا بفترات بعض الظهر وسرعة عم توصل لخمسين كيلو متر بالساعة أما الرطبية فعم تتراوح بين الستين والخمسة وتسعين بالمئة والبحر عم يكون عالي إرسفاع الموج ودرجات حرارة المي 15 درجة رح نتقل سواء لنشوف كيف عم يكون التقص بالساعة الجاي بالعاصمة السورية دمشق عم يكون ماطر لشكل عام ودرجات الحرارة عم تتراوح بين السبعة والخمسة عشر درجة أما كيف عم يكون نشيشاو بأهم المدن والمناطق السورية رح نتقل سواء لنشوف بالساعة مكافي ماطر ودرجات الحرارة عم تتراوح بين ال prends 9 والخمسة عشر درجة وبلغنا يتراو درجات الحرارة عم بتسجل دنية ستة لعليا 13 درجة بالمنطقة الوسطى بحمس الحمة رح نتقل سواء لنشوف كيف عم يكون كافي الأمطار بدرجات الحرارة بحمس عم توصل لالخمسة عشر درجة وبحمى للسة عشر أما كيف عم يكون جوع البحر بطرطوس واللاتقية راح ننتقل سوالا نشوف كافية الأمطار ودرجات الحرارة عم بتسجل لدنيا 13 العليا 18 بطرطوس وباللاتقية نفس الشيء أما بلواء اسكندرون في درجات الحرارة عم توصل للـ 15 درجة بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب تقصنا مكافي موطر ودرجات الحرارة عم بتسجل بمدينة حلب بدنيا 8 العليا 15 ظل أخيرا ننتقل سوالا نشوف كيف عم يكون التقص بالمنطقة الشرقية راح نبدأ من مدينة الرقا جو فيها عم يكون موطر متل كل المناطق ودرجات الحرارة عم تتجاوح بين الـ 9 والـ 16 درجة وبالحسكي درجات الحرارة عم توصل للـ 15 وإيضا تقصنا مكافي موطر لما أخيرا بدار الزور درجات الحرارة عم توصل للـ 17 درجة والأمطار مكافي هاي كانت أخبار تقصنا للساعات الجاية تتعرف التفاصيل أكتر عن تقصها الأسبوع تروني بكرة باي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة